السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة الوصفة اليوم ان شاء الله هما بريوات بالسامك او اللاب الحوت كي يجيوا رائعين و ممكن تجمدهم و تستعملهم في الوقت اللي بغيتهم طريقة استعمال ديالهم المجمد قادي نتشارك معكم في اخير الفيديو ان شاء الله اول حاجة كمية ديال السامك و من الاحسان يكون الابيض او لا فواكه البحر منسبالي هادو اللي كانو متوفرين اندي ثلاثة ديال القطاع متوسطة ديال السامك و قطعه ديال الحامض والماء والقليل من الملح ممكن تضيف المنسمات اللي كتبغيو كانوضعهم فوق النار غير كي يغليو و كانشوف بانا اللون ديال السامك بدك يتغير و كانزولو كانخليه بردش شوية و كانحاول نزولو جلد ديالو و الشوك كذلك و كانرد بالي باش ما نخليش شي وحده كانخليه قطع متوسطة مشي كبيرة بساف و مشي صغيرة كانحطه جانبا و كاناخد الفطر الاسود راه معروف وموجود في الاسواق كانوضعه في ايناء كذلك كانضيف اليه الماء بحرارة المطبخ و كانخليه مدة مشي قل من 30 دقيقة حتى تشرب الماء و كانت قريبا في الحجم ديالو العادي حال هاد الشكل اللي كتشوفو كانقطعه قطع صغيرة بسكين على هاد الشكل و كانحطوه جانبا كمشي نوجد الجزء الاخر من الوصفة و اللي هو الخضر عندي القليل من الجازر مبشور ارقيق و كذلك الففلة الوان هنا اختاريت الاصفر والاحمر من الاحسن ما تستعملوش الخضره لان الطعم ديالها ما كيجيش مزيان كانوضعهم في مقلاه يكون فيها شوية ديال السيت كانوضعهم القليل من الملح غير بشي تلقو سوائل ديالهم كانوضعهم حتى كيطابو و المكوين الاخر اللي هو شارية الصينية انا كنستعمل هاد الشكل و هاد النواة هذا كيكون احسن و كذلك كيبقى ملي كنستعمله في البريوات كيبقى مفرق متى تأجنش كنديرو فست ايناء يكون فيه الماء غليان بدون ما نشعل الي النار كنخليها تقريبا واحد جوج او لا ثلاثة دقيق و كنصفيها و كنقطعها قطاع صغيرة بالحجم اللي بغيت دبا المكوينات كلها عندي كناخد شارية الصينية كندفع اليها الخوطة الخضر من بعد ما دبلو شوية و كذلك الفتر الاسود والسامك و في المكوينات كذلك ضفت القليل من الكوغنيشون قطاع قطاع صغيرة و كندير المنسيمات واللي هي القليل من الملح و قليل من الابزار اللي هو الفلفل الاسود والهريصة انا استعملت الهريصة ممكن ممكن ما كتفضلوهاش كذلك استعملت سلصة السوجة بكميات معقولة حاولوا ما تكتروش لانها ملحة وتراقبوا الملح ديال الخالط كنحرق شوية كنضيف شوية ديال المأدنس واحد نصف حمضة مأسرة وصفي الحشوة هي وجدة هذه الورقة البسطيلة في العادة كتكون عندي في تلاجة لانني ممكن نحتاجها فجأة وما يكونش عندي الوقت اللي غادي نمشي نجيب الورقات البسطيلة الأخرى اللي كتوجد تحت الطالب ممكن تحتفظوا بها في تلاجة مدة طويلة ومنين تبغيوها كتخرجوها كتخليوها تولي في حرارة المطبخ وكتستعملوها كنقسمها على زوج بهذا الشكل يعني كيوليو عندي أنصف دوائر كناخد فورشات والزيت وكمدان دهن شوية كنطويها على هات الشكل وكملقها بالخالط من بعد ما برد بالطبع وكنصد الأطراف النهائية نستمر على هات الحال حتى كنكمل كمية اللي عندي كاملة فالشكل ديالهم كيجي مجموع وزوين والحجم ديالهم مناسب كنديرهم فوق صفيحة مفرقين في المجمد حتى كيتجمدو وكنجمعهم في كيس بلاستيكي ممكن إذا بغيتوا تستعملوهم كتخرجوهم مباشرة كتوضعوهم في الفرن يكون مسخن على درجة حرارة متوسطة بدون ما تدهنوهم او اي شيء اخر كتخليوهم غي كي يخدو اللون اللي بغينا مذهب وكنخرجوهم اما إذا بغيتوا تقليوهم في الزيت فممكن كذلك كتخرجوهم مباشرة من المجمد للزيت يكون سخون وكنقليوهم كنتمنى تجربوا هاد الوصفة لانها كها ديالها رائعة كي يجي ولداد بزاف بزاف من انجح الوصفات اللي جربت فيما يخص البريوات بالحوت نتلقاوا في فيديو قادم ان شاء الله احبائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة